اخطب تلبس البده دي يا بابا تفهمني بقى يا بابا بص الجاكتة دي ستايل قديل انا يا بابا يا فانكي بص يا بابا السبايك بص كل الأدوية دي ما تلزمنيش ده ابو أمك معفقش علي إلا لما بص كده ولا قاني لابس الجاكتة دي ما عشان كده ما ات مكنون يا خرص تعال عدالي خير كده فتر اه استنوا امو قد يبسي تيك المعبور للنهاردة طيبور كيبير هو لا ايه اخطب حشتني يا زبايدا انا بموت يا عم هاني اشياكل حشتني يا بابا ثانيا كمان وانا هو حشك حشتني يا زبايدا يا بابا ملك يا بابا ما علش الله يرحمه الله يرحمه يا بابا هتكانيك انت بمتسنقني طيب خلاص خلاص بسم الله الرحمن الرحيم يا ستر يا رب عوز بالله مشتنا رجاني بيت يا لوزا ايوة يا ست تعال يا بيت ايه اللي بل مع الارض ده دي مياه يا سدي انا لسه مسحة انت اشعر رفك انت ويت ايه ده عمل معمولي امشي هتقي شوية مالها عشان افسده امشي يا بيت اه ارحبا يا سدر يا راب يا سدر يا راب اليها هي خرب بيتك يا ولية يا معاطس تولعي بجاز انت وابنك عاطف ووجوزك ابو عاطف يتشل ان شاء الله علشان ترتاح يا سيدي يا كبير جرجرها منع السرير يا سيدي يا أمام احيمها من دخول الحمام اه يا ولية دي خرب هات يا بيت هات يا بيت يكفينا شر المستخبي والمعمول والمرمي على الارض والمكتوب على الورق قادر يا كريم امسك يا بيت واقفل الباب حسك عينك الاقي مية بعد كده مرمية على الباب لحسن مكتاب الله امسك دماغك ده هي وحطها في قلب المية السخنة المغلية وانتفك زي البطة شعرية شعرية انت فاهمة ولا مانتش فاهمة انت هنا يا حمدي ازاك يا خالد اعمل ايه وحشتني يا ول ايه يا ول انا مش اعلالك الف مرة لما تقلعش الخرزة الزرقة من رقابتك اهي النتيجة هي رقابتك عمالة تختفي تختفي لما دخلت فزورك مفيش حاجة نافعة يا خالد ليه؟ ملك يا واء اسألنا واء يا ماما بقالي سعب افهم حمدي ان وجوده هنا وانا الواحدي ما يصحش مش راضي يفهم ابن خالتك وبيسأل علينا هو في حد بعد ابوك ما مات سأل علينا غيره شوف بقى انا عاملة النهاردة صنية مكرونة بالبشاميل انما مقري عليها سبع مرات المفروض تسأليني انا اسألك انت ليه؟ هو انت غريبة انما هو غلبان يحب تعيني عايش اللي واحده ويعالمه يعالم من اللي عايش معاه اعنى اذنكو تعالين يا بيت تعالي يا بيت انا ولا انا عايزك في كلمتين بقول لك ايه الحمدي يا حبيبي خشي الصفر اعود العب شوية على ما جيرك حاضرة خالتي تعالي ترسي عودي حض في دماغك بقى مش عشان انا وفقت ان طايمور ده يجي يغطوبك تقوم يتعامل ابن خلتك بوحي يا ماما كل ما يشوفني يقولي بحبك وعايز اتجوزك ومالو حد يكره يتجوزكم اللحم ده يبت ده غاني ومقرش ابو سيبلو شيء وشويات العمارة دي كلها بتاعته غير محل الدهب يا ماما انت عايزة تقنعيني بايه؟ انا من سنتين كنت بقوله يا انكل يلا قوم عشان تاكلي معاني مش وكلا هلتبطلت انت حرة ليأكل على نفسي موقع بس يا بابا لو العربية اشتغلت لوحدها ووشك هيبقى كفتة مين هيشغلها وانا مرة؟ فيه ايه؟ يلا فيه ايه؟ عندنا معات يا بابا ما الصار ما عايش؟ انا قاسف انا قاسف انت مش قاسس لت ده ستين مرة مبارح؟ مبارح غير النهاردة يا بابا تهتديها حقوقنا خلصنا يا ابني دي مسئولية والعلم حضرتك لما نوصل هنركل العربية المعافينا دي بعيد عن بيته المنوال مش عايز فضائح الصار من العربية؟ روخ خدك تلس انا مش راية انا قاسف فضل فضل بقى يا بابا يلا يلا حبيبي شفت ده خالتي؟ حتة الماص تمانها 10600 جنيه هتاكل منك حتة مالله؟ مرينة دي وقت؟ مالده الماص؟ مالا واني ما ده حدش هلبس الالماص عشان الحسد من لازم منه لكن هلبسه بقى والحري صلى راح افني نوال رايح احكي وفاة حاولي تساعدين عشان تأمروها بكين هيزارك عمل عيوش طيب طيب بس ما تدخريش باي باي يا مام فيت سلام يا حمدي؟ مفيش اللي سلمك يا نونة انت رايك يا قالت في موضوع الخطوبة ده؟ يا قويا انا ماليش رايي 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 باشندي لو وافق يبقى انا موافقة موافقش بقى يبقى كل شيء نصيب وباشندي دقلوا ايه في الموضوع ده؟ لا 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 ايه او عتخبط دولاهل اطلع والمستخبى تروح في الثتين داهية عندي اتحق ببقى باشندي هو الحال ايه يا بابا الطريقة دي يا بابا؟ يا ابني مش رايحين فرحة ايوا بس طريقة دي بقت بيئة قوي كل اللي فرح كده مبيش حاجة اسماعها بيئة يا بابا مش لقي علي عن فانكي انزل يا فانكي خد لك تاكس اذا كانش عجبك تبينش بسرعة يا بابا حنا راكفين نامله الرجل انت رغم او بابا سيبك منه سيبك منه انت لازل فينا ليه يا رزل مش شارك واسع هتلاق امك ببعالك يا راجل يا حمر استنى علي انا حوريك انت رزل ليه يا ابي ماشي لازل فيه ومستعجل مش شارك واسع قدامك انا حمار طيها اللي واجب لما تخلش عليها الدخلة ليه تبقى ستين حمار كمان وبعدين يا عربية المرد اللي انت ركبها ليه مش عاجبك العربية تبقى حمار بابا بابا حمار وسيج يا بابا مش عاجبك العربية يا شوائل بحايل بابا ما تغلقش فيه خليك بعين ما تغلقش في الكلام خليه انتحيله عشان الجاكتة ما تكرمش انت قاسب تضربة بابا أريلي الروح هسن يا بابا تتحن انا بترسحن يا فشاو ليه؟ ايه؟ انت بدني الاشعار هل؟ ايه هل؟ 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 تايمور يا تايمور تايمور يا تايمور مرح يا نا كان بابا حتصير بس المسافر حمين يا بابا بابا انت تايموي انا في الاسم ايه يا بابا ايه أخبار الخلانوسة إيه؟ من السفرة بس أنا عرف إنها في سكندرية وطنطن من السفرة بر مصر آه لو كانت موجودة هي دي اللي هتجيب لنا قرارهم وأصلهم وفصلهم يا رب نويلني شفتها يا رب كلنا شغالين بقى مرحب خد ورش شوية الميا على الكراسي اللي حيعودوا عليها حاجب إيش برا؟ إزاك يا عبد؟ إيش برا؟ إزاك يا نوزة ،أعمل إيه معاك إلوزة يا سيتهاني حلو يا خيال زي الفل ما تتخيرش عنك إيش برا البان الله يعلي أصلك كمان وكمان إيش 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 يا ماما جيالك يا نوال إيش 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 برا بره 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 إيدي عن البان إيح إيزاك مين اللي جاب شاندي ده هنا؟ إنتي مش عاوز هيا يجي في يوم سيدة إمال مين اللي هيجيبلي إقرارهم ويطمينني عليك؟ ايش زك اخطوب لك وانا منتصر يا بابا ما بتقولش كده والله ده انا فخور بيت جدا ده انت استحملت دربة ما استحملوش مترو تقولش كده جوا لو انت جوا حبشت سبيني وبينك بابا يا بابا احنا هنخش بزبالة دي ش ش ش ش ش بلدي انت عارف بانفوك فيها كم ايه بابا انت عايزة تفضحيني خش 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 وخليكي بحالك افتحي يا بنت يا لوزة العروسة ماتت يا بابا أول يوم ده من من أوله ماما فين يا بنتي ماما مين يا بابا ماما فين يا بنتي موجودة تفضله انت البولية يا بابا قفلت لك عين ماما بتاعتها غير بتاعتها تفضل يا بابا بس يا الخير يا فندي من تايمور عبد البيب لاو ده مش طبيعي بابا مين ده ممعرفش يمكن واحد من رايبه أهلا وسهلا خب بيعمل كده ليه ده بيأكل بقه بيأكل بقه يبقى خطر الله تزعلتم ايه الاسلوب ده ليه كده احنا ديوف عندكم فيه ايه فيه ايه وكمان من صحي يشتسيبوا حد خطر كده في البيت بابا نخيف اولا ما تخافش ايه ده اهلا وسهلا اهلا وسهلا حصلت لنا الف بركة ازيك يا تايمور يا حبيب الله يسلمك تانزها حدرتك الحمد لله بابايا عابدي الببلاوي ترزي حاريني باين على وش حدرتك انما كفال للشر ايه اللي حصل في وشك لا خير يا فندي خناقة بسيطة في الشارع بس بابا ضرب الناس بفترع بس ده وشه متضمر خالص اه ما حريك بابا في الخناقات بيدرب بوشه منازل الترعب اهلا وسهلا اهلا وسهلا الحقيقة يا هارم احنا جايين نطلب ايدي الاني سنوان لتايمور ابني بس الظروف بالسامحة خالص مين قال كده ده احنا مبسوطين خالص اهلا وسهلا هو فقا حارتك اول ما جينا قابلنا التربي ده فقلقنا سويا لا ده باشندي 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 ده برا في التل بيت اهيه يا بابا عيني يا حبيبي يا جدي مجد عمل ملح في عيني يا بابا ايه هارم مطروش ومالح علينا ليه الله لوين تخللونا يا فندم عشان يبقى عيشوا مالحة بيننا وبين بعض يعني هتخطولي مكسر غير في عيني التانية ده عريش يا حبيبي ما عريش ده عريش يا حبيبي الدورة تتشح علينا هارم ربك كريم هو اللي بيجوز وهو اللي بيطلع يا استاذي احنا اوامر ماشي على الارض اوامرك يا سيدي ده حصان حصان ولا احمار نعمل ايه هو حريك ده بيت نوال زملت في كلية طبعا بيت نوال يا نوال شينا بنتي نوال اهلا المسرحة اهلا المسرحة ازاك يا ابي ازاك يا حبيبي تسالنتك إلا حاصلها لأ ما Fortune حاجة بسيطة حاجة بسيطة ازاك يا غير ازاك انت الحمدigه ايه مش ملاحظة حاجة علي بشر تسالنتك خالحاجة صلاة ما يست � ايه البدلة دي ايه ايه البدلة دي البدلة تبriسف شفتي حاجة ببهورة البدلة طبط انوار يا عمي يا عم اخليك انت انها هو ورقة ما شاء الله امر بذر منها دول دول كنتم من عيه يا عم احنا طبع فون ايه اللي بيعملوا ده ما ربديش علينا يا هارم الولد الان انا لسه ما جايش الرد وجاي من ايه للرد ده ام ما يشهل او مين اللي يشهل يا فامدر الله الله الحمد لله الرد وصل شوفوا بقى انت نسوفونا يومين عشان نفكر مش كده يا باشاندي المكتوب مكتوب واللي حينشاف حينشاف يا هارم يا جماعة احنا جايين نعمل عمل ايه اللي نسوفو اللي ببكو ده انا ولا ما يموش ولا كلمة استهانم عم اما يجيلك الرد تلفون بيتنا عند ابنتك هريانا تلفونوية تلير من نهار بتوصل بينا يلا يا مابا ما تكلماش فعلا ولا كلمة قدام اما عشت عمي انا اسفل شاكرين او انا والف جابان انا ابوية تروش علينا ملح شاكرين اوي يقولوا علينا ايه يا ماما بيتنا جالين احنا قاعدين اتو مطيقون ده هيا يا خير يا ماشندي ايه الاخبار لا يجوز يا انا انا قلت والله انه لا يجوز الولاي حماية تجديد مخها ضربة يا بابا انا ما اليوم مال انا اتجوز بنتها بابا احنا بقى اني ساعة بالليف مش نروح اعوديك مطعم كباب اللي كالت فيه انا المرحوم امك يوم خطبتني ربنا خليك حبيبي انا لما كنت عروز ابسط امك وفرفشها ودلحها كنت عزمع في المطعم ده كل يا خيمون كل يا بابا تدخل على جواز محتاج تروف عظم اللحم حلو ايه بابا ايه بابا والحب وجودها ده سهل ده بالحاجز يا بابا انا حاجز لك دي من اسبوع طلو بيه زي ببنا خليك يا بابا بس ده رجل كريم اوي بص ريشة ديه يا بابا مش شوف ريشة كده هو عيفه انه غالي بس غالي تعمل فيه يا بابا انت هتقتيتنا عشان انت اللي هتدفع لا يا بابا انت هتقتيتنا عشانت اللي هتدفع بقول لك لابا بعد ازنك توقن بعد الخطوبة فاعزم نقول لأمها هنا قل معها لا نقول لأ اناه لتين ماشي طلو بابا انت باكتولش خد من ايدي دي يا بابا تقول انت بص يا بابا الريشة ايه ده رجل ده كريم دي بزن طلو بابا لكتبال حاجز انا عمي الكل بس انت والله ما بتقول طلو بانت هتقتي اطوأ انا اطوأ ايه بابا اي حكومة دي فيه لا لا نزلوا تقول اعظم القوم اعظم قصدي كبارات البلد بيجوا ياكلوا هنا دايما على طول الاكل يستهل بصراحة مش كده اه مراحفين كنا بابا تقول تلقيهم مليقوش ترى بزرط فاضي هنا حياكلوا على الواقف جوة واني يا بابا ام منخلص دولة لبلينة 2 كيلو تاني عني يا حبيب والله انت مكال طب دي اعترا من المعاد طب امسك بس عمي يا جهر يا باشا ده رحم خرفات مطبخ من مدبح انت بتاكل الناس لحم حمير الحمير دي بس عمينا في الدريفري دريفري بسميكوا اللي بتاكلوها دي لحم حمير اه 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 مالك يا بابا صبري عليك مرحوم اباك فاجلتها هنا كتير اه 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 اه